السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسئلت مراجعة للفصل الثاني فيه إلى عشر عام حسب الهيكل 2013-2024 السؤال الأول الخط البياني التالي يبين العلاقة بين القوة والزمن لعربة صغيرة المطلوب التغير في الزخم نحن نعلم أن التغير في الزخم هو دلتبي وهو يعادل الدفع والدفع هو القوة في الزمن ولكن هنا القوة متغيرة كل لحظة لذلك لا نستطيع أن نقول القوة في الزمن يساوي الدلتبي مباشرة نستطيع حساب الدفع من خلال المساحة المحصورة تحت المنحن فنقول كما يصهر معنا المساحة تحت المنحن هي تعادل كلمة الدفع وتساوي تغير الزخم اللي هو بي اف ناس بي اي الآن المساحة عبارة عن مسلس نستطيع حساب المساحة نصف القاعدة ضرب الارتفاع القاعدة هي 0.6 والارتفاع هو 3 نصف ضرب 0.6 ضرب 3 فتخرج القيمة 0.9 نيوتون في ثاني وهي عبارة عن تغير الزخم إذن عندما يطلب تغير الزخم نستطيع حسابه من الدفع وعندما يطلب الدفع نستطيع حسابه أيضا من تغير الزخم إذن الإجابة 0.9 نيوتون في ثاني لدينا الآن كرة جولف كتلة هذه الكرة 0.14 كيلو شر وتتحرك نحو جدار لاحظ حركتها نحو الجدار في البداية هذه عندما اصطدمت في الجدار وارتدت كانت سرعتها عندما تذهب إلى الجدار 60 متر على الثاني وهي باتجاه الشرق اصطدمت هذه الكرة وارتدت بسرعة 55 متر على الثاني حدثت هذا التصادم حدث خلال الفترة الزمنية قدوها 0.15 ساني المطلوب حساب متوسط القوة لحساب متوسط القوة نلاحظ لدينا الكتلة السرعة البدائية السرعة النهائية وهناك الفترة الزمنية فنستطيع أن نستخدم العبارة التالية F في دلتة تي تساوي دلتة بي أي الدفع يساوي تغير الزخم لنطبق العلقة F في دلتة تي تساوي دلتة بي وتساوي بي اف ناس بي آي ام في بي اف ناس ام في بي آي هي عبارة عن دلتة بي ولكن هنا علينا الانتباه أن السرعة هي كميات متجهة لاحظ السرعة النهائية ارتدت باتجاه الغرب أي أنها ذات إشارة سالبة والسرعة البدائية كانت متجهة باتجاه الشرق أي ذات إشارة موجبة فنطبق F ضرب دلتة تي اللي هي 0.15 تساوي الكتلة 0.14 ضرب السرعة النهائية وهي نائس 55 نائس الكتلة 0.14 ضرب 60 بعد إيجاد هذه القيمة نقسم على 0.15 فتخرج لدينا F بإشارة سالبة سالب 107.3 نيوتون ماذا تعني الإشارة السالبة؟ أي أن القوة التي أثر بها الجدار على الكرة هو باتجاه اليسار أو باتجاه الغرب إذن الإجابة عبارة عن 107.3 نيوتون وبإشارة سالبة قرى كتلتها 0.4 تتحرك بسرعة مقدار و 15 نحو الغرب لاحظ عندما نقول نحو الغرب أي أن نبدل السرعة بإشارة سالبة نعتبر نحن الشرق أن ذات إشارة موجبة الغرب ذات إشارة سالبة الشمال إشارتها موجبة الجنوب إشارتها سالبة مطلوب من حساب الزخم الزخم هو حاصل ضرب الكتلة في السرعة ولكن الزخم كمية متجهة إذن سوف نستخدم اتجاهها السرعة هنا 15 متر على الثانية باتجاه الغرب نضعها بإشارة سالبة فلذلك نستطيع أن نقول B تساوي M في V و V كمية متجهة 0.4 ضرب سالب 15 فتخرج سالب 6 كيلو جرام في متر على الثانية طبعا وحدة القياس لماذا قلنا كيلو جرام في متر على الثانية لأن الكتلة كيلو جرام والسرعة متر على الثانية فتصبح كيلو جرام في متر على الثانية الإشارة السالبة على أن اتجاه الزخم نحو الغرب فأستطيع إما أن أقول ناقل 6 كيلو جرام في متر على الثانية أو أقول 6 كيلو جرام في متر على الثانية نحو الغرب الإشارة السالبة دليل أنها باتجاه السالب إذن الإجابة سالب 6 كيلو جرام في متر على الثانية لدينا كرة كتلتها 0.4 تتحرف بسرعة مقدارها 10 متر على الثانية نحو الشرق أي ذات إشارة موجبة تم التأثير عليها بقوة 10 نيوتر نحو الشرق أيضا القوة ذات إشارة موجبة فأصبحت سرعتها 15 متر على الثانية إذن لدينا السرعة البداية لدينا السرعة النهائية لدينا القوة مطلوب مني حساب الفترة الزمني هذا اللاعب الذي ضرب الكرة خلال فترة زمنية لامست قدمه هذه الكرة نريد حساب هذه الفترة الزمني أيضا نطبق علاقة الزخم بالدفع F في دلتة تساوي BF نائس BI أي F في دلتة MVF نائس MBI القوة لدينا الكتلة لدينا السرعة لدينا السرعة النهائية والبداية لدينا والكتلة لدينا إذن الباقي هو المجهول الوحيد هو الزمن عشرة وضعت بإشارة موجبة لماذا؟ لأنها شرقة ضرب دلتة تساوي M 0.4 ضرب السرعة النهائية كانت 15 وبإشارة موجبة نائس الكتلة 0.4 ضرب السرعة البداية أيضا بإشارة موجبة فلذلك يكون لدينا دلتة 0.2 ثاني بعد إيجاد هذا المتدار نقسم على العشرة فتخرج لدينا 0.2 ثاني هذه هي الفترة الزمنية التي لامست قدم اللاعب الكرة إذن الإجابة الصحيحة هي 0.2 ثاني كرة قتلت وها 0.5 أصطدمت بالأرض هذه الكرة ثم ارتدت بسرعة عشرة متر الثاني المطلوب حساب التغير في الزخم التغير في الزخم هو دلتبي لو كان لدينا القوة والزمن لقلنا F في دلتتي هو يعادل التغير في الزخم ولكن هنا أعطيت الكتلة ثم السرعة البداية والسرعة النهائية لاحظ السرعة البداية اتجاهها نحو الأسفل والارتداد نحو الأعلى إذن هذه العشرة زاد إشارة سالبة وهذه العشرة زاد إشارة موجبة المطلوب حساب التغير في الزخم نحن نعلم أن دلتة بي تساوي M V F نائس M V I M 0.5 V F السرعة النهائية كانت للأعلى فهي ذات إشارة موجبة إذن 0.5 ضرب عشرة نائس لأن السرعة البداية كانت تجاهها نحو الأسفل وهي ذات إشارة سالبة إذن سالب نص ضرب السرعة نائس عشرة فطبعا نائس عشرة وضعت الإشارة هنا نص في عشرة هو خمسة السالب السالب موجب وهنا خمسة خمسة زائد خمسة ويساوي عشرة نيوتون في الثاني إذن تغير الزخم هو عشرة نيوتون في الثاني بما أن الإشارة خرجت موجب فهي إذن اتجاه التغير في الزخم نحو الأعلى إذن دلتبي نحو الأعلى فهذه الإجابة الصحيحة طبعا بعض الطلاب يقول التغير في الزخم بما أن السرعتين مختلفتين أحدهم للأسفل والأخرى للأعلى وبنفس القيمة فيخرج تغير الزخم صفر وهذا غير صحيح إذن هذه الإجابة طبعا خاطئة وغير صحيحة كرة تنس كتلتها M وتتحرك بسرعة أفقية قدرها V أو U تصطدم هذه الكرة بمضرب وترتد نحو اليمين بسرعة أفقية قدرها V المطلوب التغير في الزخم لاحظ في البداية كانت تتحرك الكرة بسرعة زات إشارة سالبة ثم ارتدت بسرعة زات إشارة موجبة أي سوف أستخدم الإشارات في إيجاد قيمة التغير بالزخم دلتة ب بي أف ناس بي آي M بي أف ناس M بي آي بي أف قيمتها V و بي آي قيمتها ناس U طالعنا أو أخرجنا M كعامل مشتركي الأصل أن أقول M في V ناس M ضرب ناس U إخرجنا M كعامل مشترك فبقي لدينا V ناس ناس U أي V زائد U تصبح بما أن الناس أو السالب في السالب هي موجب فتصبح لدينا العلاقة M في V زائد U هي العلاقة الصحيحة لتغير الزخم إذن M في V زائد U هذه هي العلاقة الصحيحة لتغير الزخم في تجربة صناعة السيارات دائما يتم قياس مدى قدرة تحمل هذه السيارة على الاستضم حتى لو كان هناك خلل في صناعة السيارة يتم إصلاحه لدينا سيارة قدرتها ألف كيلو جرام تتحرك بسرعة 30 متر على الثاني اصطدمت بجدار وتوقفت كلمت توقفت أي أن سرعتها النهائية أصبحت صفرا خلال فترة زمنية قدرها خمس سواني المطلوب متوسط القوة إذن أعطيت الكتلة أعطيت السرعة البداية أعطيت السرعة النهائية وقيمتها صفر ولدينا الزمن مطلوب مني متوسط القوة دي ماذا ذكر كلمة متوسط القوة؟ متوسط القوة لأن القوة متغيرة لحظة الملامسة تختلف عن بعد فترة تختلف عن نهاية الملامسة لذلك تم أخذ القيمة المتوسطة نستطيع أن نطبق علاقة الدفع بالزخم أليس F في دلتتي تساوي BF نائس بي آي؟ أي M في VF نائس M في VI مطلوب مني F فنقسم على دلتتي السرعة النهائية صفر فلذلك M في VF قيمتها صفر نائس M ارتدت لاحظ ارتداد السيارة نحو الشرق وكانت سرعتها البداية نحو الشرق عفت توقفت كانت اتجاها نحو الأمام ثم الارتداد نحو الخلف ولكن هي توقفت ولم ترتد لذلك أقول أن السرعة النهائية قيمة صفر والسرعة البداية ذاته إشارة موجبة لأنها كانت تتحرك نحو الأمام أي 1000 ضرب 30 M في VI 1000 ضرب 30 ونقسمها على الزمن فتخرج قيمة القوة لاحظ خرجت القوة بإشارة سالبة لماذا بإشارة سالبة؟ لأن اتجاهها باتجاه الخلف أي أن الإشارة السالبة تعني أن اتجاه القوة عكس اتجاه السرعة التي اصطدمت بها وهي ثانت سرعتها البداية نحو الأمام إذن الإجابة نائس 6000 ني إذن هذه هي الإجابة الصحية من العوامل التي تؤثر على مبدأ حفظ الزخم تغير الكتلة للنظام إذا كانت الكتلة قد تغيرت للنظام فعلم أن تغير الزخم أو مبدأ حفظ الزخم غير صحيح أو هناك قوة خارجية قد أثرت على هذه النظام فنقول أن مبدأ حفظ الزخم ليس صحيح وطبعا مبدأ حفظ الزخم هو الزخم البداي للجسم قبل التصادم يساوي الزخم النهائي لجسم بعد التصادم أو للجملة بعد التصادم الزخم للجملة قبل التصادم تساوي الجملة للزخم بعد التصادم إذن عندها إذا كان هناك تغير الكتلة في النظام كيف يعني تغير الكتلة للنظام مثلا انفجار صاروخ انفجار الصاروخ أثناء انفجاره تحترق الوقود يتم احتراق الوقود وبالتالي تتغير كتلة النظام عندها لا يمكن أن أطبق مبدأ حفظ الزخم على استضام صاروخ مثلا بدبابة أهد التصادمات التالية لا يمكن تطبيق مبدأ حفظ الزخم لاحظ الإجابة تصادم سيارتين والتحام سيارتين هنا أنا أدرس سيارتين إذن لدينا النظام سيارتين حدث بينهم التحام لا يوجد قوة خارجية إنما قوة تمت من داخل السيارتين فلذلك أقول هنا أستطيع أن أطبق مبدأ حفظ الزخم اللي هو بي آي واحد زائد بي آي اثنين أي زخم السيارة الأولى زائد زخم السيارة الثانية قبل التصادم يساوي زخم السيارتين وهما ملتحمتان مع بعض بعد التصادم استضام كورتين من البي آي ايضا أستطيع أن أطبق مبدأ حفظ الزخم لماذا؟ لأن القوة تمت من داخل النظام ولم يحدث لدينا أي تغير في الكتلة كرة سلة تصددم الأرض هنا لا أستطيع أن أطبق هذا المبدأ لماذا؟ أنا أدرس كرة السلة لماذا سقطت هذه الكرة والأرض؟ بسبب قوة جذب الأرض لها إذن هناك قوة خارجية قد تدخلت في هذه الكرة أستطيع أن أطبق لو كنت أدرس الكرة مع الأرض كنظام واحد أما هنا لا أستطيع أن أطبق لماذا؟ لأنني أدرس فقط كرة السلة وأستضامها في الأرض فالزخم قبل التصادم لا يساوي الزخم بعد أرتطامها بالأرض لهذه الكرة تصادم لاعبين أيضا أستطيع أن أطبق مبدأ حفظ الزخم لماذا؟ لأن التصادم قد حدث بين اللاعبين والقوى من داخل اللاعبين لذلك نستطيع أن نطبق مبدأ حفظ الزخم إذن هنا هذه هي الوحيدة التي لا أستطيع أن نطبق فيها حفظ الزخم لدينا رائد فضاء كتلته 95 كيلوش يحمل خلف ظهره خزان من الأكسجين كتلته 30 كيلوش وهو ثابت بالنسبة إلى مكوك الفضاء بعيد عن هذا المكوك بعيد يريد أن يعود إلى المكوك ماذا يفعل؟ طبعا لدينا جسمين وهو رائد الفضاء وخزان الأكسجين يريد أن يعود هذا الرائد إلى المركبة فعليه أن يرمي الخزان بعيدا عنه لو تم حساب زخم الجسمين قبل أن يرميه فقيمته صفر فرمى الخزان إلى الأمام فسوف يعود في الاتجاه المعاكس لماذا؟ حتى يبقى الزخم محفوظ عادة وبسرعة 2 متر على الثاني المطلوب تم رمي الخزان بعيدا عنه في الاتجاه المعاكس للمركبة بسرعة 2 متر على الثاني فإن سرعة ارتداد رائد الفضاء كم تكون؟ لأنه شايد الزخم كمية الحركة قبل التدافع صفر فيجب أن يخرج أيضا الزخم بعد التدافع يساوي الصفر وبعد التدافع هو بي اف واحد زائد بي اف تنين لماذا وضعت إشارة السالب؟ وضعت هنا إشارة السالب لأنه رمى الخزان إلى الأمام فكان اتجاه السرعة إلى أين؟ إلى الخلف لذلك أستطيع أن أقول هو الأصل أن نقول بي اف واحد زائد بي اف تنين تساوي الصفر عندما نبدل بالسرعة نضعها ذات إشارة سالبة لمن؟ إما أن نضع للإشارة السالبة للرائد إذا كان متجها نحو الخلف أو نضعها للخزان إذا تم رميه في الاتجاه المعاكس أي للخلف هنا وضعنا الإشارة السالبة للخزان كونه تم الرمي بالاتجاه المعاكس ثلاثين ضرب نقس اتنين زائد كتلة الرائد ضرب في اف ماذا تساوي الصفر الزخم بعد التدافع يساوي الصفر وقبل التدافع أيضا الذي هو بي اي واحد زائد بي اي تين اللي هو عبارة عن زخم الرائد الفضاء والخزان يساوي الصفر بحل هذه المعادلة لدينا مجهود واحد وهو في اف فتخرج قيمتها 0.63 متر على الثاني إذن سوف يعود في الاتجاه المجب وبسرعة قدرها 0.63 متر على الثاني إذن هذه هي الإجابة الزهيعة هذه المركبات التالية النسبة بين الطاقة الحركية إلى الزخم أكبر ما يمكن ماذا نفعل؟ هو يريد كلمة النسبة النسبة أي عملية تقصيم لكل إجابة نقسم الزخم الطاقة الحركية إلى الزخم لو أتينا إلى طريقة الحد نأخذ الطاقة الحركية هي K E والزخم هو B الطاقة الحركية نصف M V تربية وهذه M V تذهب ال M مع ال M وال V مع التربية فيبقى لدينا نصف V إذن أستطيع أن أحسب النسبة بين الطاقة الحركية إلى الزخم بحساب نصف V نأتي إلى السيارة هذه كما شاهدنا في الصورة أن سرعتها 20 فنقول نصف ال V يعني 10 هذه السيارة نصف ال V وهي سرعة 30 أي يخرج 15 هذه السيارة نصف ال V وهي ساكنة إذن النسبة تبقى صفر هذه السيارة أيضا نصف ال V نصف ال 15 وتساوي 7 ونصف إذن أيهما أكبر هي السيارة هذه الصغيرة وزخمها الطاقة الحركية إلى الزخمها تعادل 15 متر على السن إذن الإجابة الصحيحة هي B أولنا هي نصف ال V 7 ونصف هي نصف ال V 3 هي الإجابة الصحيحة B ولكن هنا سوف يتم إعادة وترتيب الإجابة الصحيحة فيما بعد إذن الإجابة الصحيحة هي B سيارة طاقتها الحركية 10 جول فإذا سادت سرعتها إلى الضعف فكم تصبح طاقتها الحركية لدينا الطاقة الحركية قبل عدوس أي شيء هي 10 وبعد زيادة السرعة إلى الضعف كم تصبح الطاقة الحركية نحن نعلم أن الطاقة الحركية هي تساوي نصف M V تربي وقيمتها الآن 10 ماذا نريد أن نغير؟ نريد أن نغير السرعة ونتصبح سرعتها 2 V على قوس تربي إذن في المرة الثانية نقول K2 تساوي نصف M في 2 V على قوس تربي لنربع 2 يخرج 4 إذن والنصف M لم يتتغير نصف M في 4 V تربي هذه الأربعة جديدة يعني يبقى لدينا نصف M V تربي مضروبة في 4 أليس نصف M V تربي هي 10؟ يعني 4 ضرب 10 وتصبح الطاقة الحركية للسيارة 40 جون إذن الإجابة الصحيحة هي 40 جون هذه الخطوط البيانية لا يمكن أن تمثل العلاقة بين الطاقة الحركية لجسم والزمن نحن نعلم أن الطاقة الحركية نصف M V تربي النصف لا يمكن أن يكون ذات إشارة سالبة وأيضاً M لا يمكن أن تكون كتلة الجسم ذات إشارة سالبة و V تربي مهما كانت السرعة سالبة أو موجبة في التربي فتبقى موجبة إذن الطاقة الحركية يجب دائماً أن تبقى ذات قيمة موجبة لاحظ هنا الطاقة الحركية مع مرور الزمن موجب 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 حتى لو وصلت إلى الصفر وهنا أيضاً بقيت موجبة وهنا أيضاً بقيت موجبة أما هذا الخط البياني وهو لا يمكن أن يكون للطاقة الحركية لماذا؟ لأن الطاقة الحركية هنا ذات إشارة سالبة في هذه اللحظة ذات إشارة سالبة إذن هذا الجزء من الخط البياني يدلني على أن الطاقة الحركية ذات إشارة سالبة وهذا غير صحيح أبدا لا يمكن أن تكون الطاقة الحركية بإشارة سالبة لأن الكتلة موجبة ومربع السرعة دوما موجب إذن الإجابة دي هي الصحيحة هي التي لا يمكن أن تكون أحد خطوط البياني للطاقة الحركية سيئة راكتلة هو 1050 وتتحرك بسرعة عشر تغيرت سرعته وأصفح 3 متر على الثاني المطلوب التغير في الطاقة الحركية كلمة التغير يعني دلتا دلتا كي أي نصف م فيتر بي اف هنا اف نائس نصف م فيتر بي اي لو طبغنا هذه العلاقة كي اف كي اي اف نائس كي اي نصف م فيتر بي اف نائس نصف م فيتر بي اي تلتا كي تساوي نصف م 1500 السرعة النهائية 3 تربية نائس نصف ضرب م ضرب فيتر بي عشرة تربية فسأخرج الاجابة نائس 68250 جول لاحظ هنا خرجت باشارة سالبة ومن قبل قنا لا يمكن ان تكون الطاقة الحركية ذات اشارة سالبة نعم الطاقة الحركية لا يمكن ان تكون ذات اشارة سالبة نحن نطرح كمية مثلا لدينا سيارة كانت طاقة الحركية 30 اصبحت طاقة الحركية 10 فالتغير في الطاقة الحركية 10 نائس 30 ويساوي نائس 20 فيمكن ان تخرج التغير باشارة سالبة اذا الاجابة هي هذه تقاس الطاقة بوحدة الجول الطاقة دوما تقاس بوحدة الجول بعد وحدات القياس التالية تعادل كلمة الجول اي من هذه الوحدات كيف نستطيع ان نجد ذلك لاحظ لدينا الطاقة الحركية هي بوحدة الجول اي نوع من الطاقة هي ذات وحدة بالجول الطاقة الحركية طاقة الوضع الطاقة الميكانيكية الطاقة الكهربائية جميع هذه الطاقات بوحدة الجول تساوي نصف ام في تربين وهي بوحدة جول ولكن نحن نعلم ان الكتلة بوحدة كيلوش راب والسرعة بوحدة متر على الثانية وبوجود التربية أي متر مربع على الثانية تربية إذن كيجي كتلة كيلو جرام في متر مربع على الثانية تربية هي تعادل كلمة الجول إذن نبحث عن هذه الإجابة هذه هي الإجابة الصحيحة أصطوانة متجانسة صلبة هذه الأصطوانة تتدحرش على سطح الأفوق حول محورها دون الإنزلاء بسرعة خطية المطلوب النسبة بين الطاقة الحركية الخطية إلى طاقتها الحركية الدورانية نحن نعلم أن الطاقة الحركية هي نصف أم في تربية هذه تدعى الطاقة الحركية الخطية الذي جسم يتحرك في خط مستقيم وإذا كان لدينا جسم يدور فبالتالي له طاقة حركية دورانية وهي عبارة عن نصف آي في أوميغا تربية آي هو عزم القصور الزاتي هنا لهذه الأصطوانة وأوميغا طبعا تربية أوميغا هي السرعة الزاوية كما مر معنا في الفصل السابق نحن نعلم أن آي لكل جسم قصور مختلفة فهنا لدينا في هذه الأصطوانة أن القصور هو نصف أم آر تربية هو الآن يريد النسبة بين الطاقة الحركية إلى الطاقة الحركية الدورانية بما أن هذه الأصطوانة تتحرك دون انزلاق فهي لديها طاقتين حركية طاقة حركية دورانية وطاقة حركية أيضا انسحابية أو خطية هو يريد النسبة الطاقة الحركية الدورانية نصف آي أوميغا تربية على نصف آي أوميغا تربية طبعا أستطيع اختصار النص مع النص نأتي إلى آي في أوميغا تربية الآي هي نصف أم آر تربية في أوميغا تربية نتابع أوميغا هي السرعة الزاوية نحن نعلم أن هناك علاقة بين السرعة الزاوية والسرعة الخطية نحن نعلم أن في ماذا تساوي أوميغا في آر فمعنى ذلك أن أوميغا ماذا تساوي V على آر السرعة الخطية على نصف القطر يعني أستطيع أن أستبدل أوميغا تربية بV مربع على آر تربية تذهب آر تربية مع آر تربية وكلمة النص هذه مع النص هذه والأم مع الام والV تربية مع الV تربية ماذا يبقى لدينا واحد على نص واحد تأثير نص ماذا يساوي اثنين إذن هذه هي عبارة عن النسبة بين الطاقة الحركية وأيضا طاقة الحركية الدوراني إذن الإجابة الصحيحة هي اثنين قرص عزم القصور الزاتي نصف م آر تربية وكتلة هذا القرص ولدينا السرعة لا المطلوب الطاقة الحركية الدورانية كم تعادل نطبق العلقة لاحظ الطاقة الحركية الدورانية هي عبارة عن نصف آي في أوميغا تربية وهي هي نصف م آر تربية تم الاستبدال نصف ضرب نصف م آر تربية في أوميغا تربية وكما مر معنا سابقا أن أوميغا هي عبارة عن V على R تصبح V مربع على R مربع نستطيع الاختصار الآن R تربية R تربية وأيضا لدينا نصف ضرب نص في M R تربية نصف ضرب نص أي ضرب الكتلة موجود لدينا الكتلة والسرعة لدينا ويتم تربية فتخرج القيمة عبارة عن 3 جول هي الطاقة الحركية الدورانية إذن الإجابة هي 3 جول حدث تصادم بين كرتين بلياردو تم قياس الطاقة الحركية لهاتين الكرتين قبل أن يحدث التصادم فكانت طاقة الحركية لهذه 15 وهذه 18 حدث التصادم فكانت الطاقة الحركية لهذه بعد التصادم 20 وهذه بعد التصادم 13 السؤال ما نوع التصادم نجمع الطاقة الحركية قبل التصادم 15 زائد 18 فيكون الجواب 33 ونجمع الطاقة الحركية ونجمع الطاقة الحركية بعد التصادم 20 زائد 13 أيضاً يخرج لدينا 33 إذن نوع هذا التصادم هو تصادم مرن إذا كانت كيف نستطيع أن نحدد نوع التصادم عن طريق الطاقة الحركية فقط لماذا؟ لأن دائماً في جميع أنواع التصادم الزخم متساوي أما بالنسبة الطاقة الحركية لا تتساوي إلا إذا كانت تصادم مرن وإذا حدث التحام فهو لا مرن كلياً فأستطيع أن أحدد نوع التصادم من كلمة حدث تصادم والتحام بين الجسمين أما إذا كانت الطاقة الحركية قبل التصادم أكبر من بعض التصادم فأقول لا مرن فقط أما إذا كانت الطاقة الحركية بعد التصادم أكبر من قبل التصادم فأقول أنه فائق المرونة هنا ما نوع التصادم هو التصادم من هذه العلاقات التي تبين أنواع التصادم هنا فائق المرونة لا طبعاً هنا تم جمع الطاقتين الحركيات قبل وبعد التصادم وجدت أنها متساوية فإذا أقول أن هنا التصادم طبعاً هنا فائق المرونة هذه ليست أكبر وإنما هنا الطاقة الحركية بعد التصادم هي الأكبر إذن هنا حدث خطأ ويتم سوق أصلاح هذا الخطأ في الإشارة إذن هذا التصادم تام المرونة إذن هو تصادم مرن كمان أيضاً هنا حدث خطأ أيضاً سوف يتم إصلاحه لها قطعة من الحديد كتلتها ودرجة حرارتها وسعتها الحرارية موجود لدينا الكتلة الدرجة السعة وضعت داخل ثلاشة وفقدت طاقة كلمة فقدت طاقة أي أن الطاقة ذات إشارة سالبة أما كلمة اكتسبت طاقة فهي ذات إشارة موجبة فإن درجة حرارتها تصبح هو يريد الدرجة الحرارة النهائية نحن نعلم أن Q تساوي C في M في دلتة ومن هي دلتة T T F من S T Q موجودة ووضعنا إشارة سالبة لأنها فقدت طاقة تساوي C وهي السعة الحرارية النوعية وقيمتها لهذه المادة 450 ولدينا الكتلة والمطلوب TF وهي درجة الحرارة النهائية نا STI وهي درجة الحرارة البداعية إذن المجهول من هو TF فتخرج قيمة TF 16.5 أي كانت درجة حرارة هو 25.4 فأصفحت 16.5 إذن 16.5 هي الإجابة الصحية قطعة من الحديث لدينا كتلتها ودرجة حرارة وسعتها الحرارية النوعية لهذه القطعة تم تسخينها بواسط فرن وهي طاقة هنا ذات إشارة موجبة فهو يريد أيضا درجة الحرارة النهائية نطبق نفس ما سبق ولكن سوف نضع Q بإشارة موجبة Q تساوي C في M في دلتا C في M في TF نا STI لدينا TI 50 والM 2.5 وهذه السعة الحرارية النوية 450 وQ هي 1.5 14 6 فتخرج لدينا TF تساوي 1383.3 درجة CDZ إذن هذه هي الإجابة الصحية قطعة من النحاس لدينا كتلتها وسعتها الحرارية تم تسخينها ورفع درجتها من الدرجة 10 إلى الدرجة 30 أضفنا أضفنا نفس كمية هذه الحرارة التي تم تسخين بها قطعة النحاس إلى قطعة من الحديد كتلتها وسعتها ما هي هذه المطلوب حساب التغير في درجة الحرارة قطعة هذه الحديد لدينا لدينا M و C و دلتا T فأستطيع أخراج قيمة Q أليست Q هي عبارة بالنسبة للنحاس C في M في دلتا T سعة موجودة للنحاس القتلة موجودة تغير درجة الحرارة هذه هي الطاقة وهي نفسها التي أعطيت إلى من إلى قطعة الحديد Q تساوي C في M في دلتا T لمن للحديد المطلوب هنا دلتا T إذن موجود مع Q معي موجود معي C موجود معي كتلة الحديد فأستطيع إخراج دلتا T وقيمة وها قد تغير الدرجة الحرارة 11.1 درجة C كأسين من الماء درجة حرارة الأول 25 وكتلة 0.4 تم إضافة هذا الكأس إلى كأس آخر يحتوي على ماء كتلته نص وسعة ودرجة حرارة 65 أفترض أنه لا يوجد فقدان للطاقة الحرارية هنا الطاقة الحرارية سوى فيتم فقدان جزء منها بوساطة الهواء المحيط في هذين المحيط بالكأسين ولكن لنفترض أنه لم يحدث أي فقدان للطاقة فكم درجة حرارة هذا المزيج عندما نسمع تم خلق مزج إذن هناك سوف يحدث عملية اتزال حرارة والطاقة الحرارية المكتسبة هي نفسها الطاقة الحرارية المفؤودة ونضع إشارة سالب للطاقة الحرارية المفؤودة الكأس الأول الذي يحتوي على الماء هو الذي اكتسب البارد الكأس البارد والذي فقط هو الساخن فنستطيع أن نقول دلتا 1 تساوي سالب دلتا 2 الكأس الأول C في M في دلتا T تساوي سالب C في M في دلتا T للكأس الثاني بما أنني أستخدم الماء فC هي نفسها السعر الحرارية النوعية للماء موجودة في كلا الكأسين وأستطيع الاختصار فيبقى لدينا M1 في دلتا T1 تساوي سالب M2 في دلتا دلتا هي درجة الحرارة النهائية نائز درجة الحرارة البداية نأخذ الكأس الأول كتل 0.4 النهائية لا أعرفها ولكن البداية 25 الكأس الثاني كتلته نصف ودرجة الحرارة النهائية لا أعرفها ولكن درجة الحرارة البداية هي نائز 65 بحل هذه المعادلة أستطيع أن أقول أن قيمة المزيج هو عبارة عن 47 40.2 كميات متساوية من المواد تم تعريضها لنفس الطاقة هذه هي السعات الحرارية للألمنيوم 897 جول على كيلو جرام درجة سليزية النحاس الأصفار 376 هنا السؤال الكربون 710 النحاس العادي 385 السؤال من من هذه المواد يسخن ترتفع درجة حرارته بشكل أكبر وتبرد بشكل أسرع عند امتصاصها وفقدانها الطاقة الحرارية لاحظ هنا لدينا هذه المواد نحن نعلم أن المادة التي تسخن بسرعة وتبرد بسرعة هي التي لها أقل سعة حرارية وهنا من هي أقل سعة حرارية في هذه المواد وهو النحاس الأصفار والتي تبرد ببطء وتسخن ببطء هي الأكبر في السعة الحرارية وهنا الألمنيوم إذن الإجابة هو يريد التي تبرد بسرعة وتسخن بسرعة وهي النحاس الأصفار إذن الإجابة الصحيحة هي من؟ هي بال إذا أضيفت كرات من معدنه كتلتها ودرجة حرارتها هذه كرات معدن ولكن لا أعرف ما نوع هذا المعدن كتلته ودرجة حرارته أضفناها إلى كمية موجودة في مسعر من الماء موجودة كمية من الماء كتلة الماء ودرجة حرارته وسعة الحرارية موجود لدينا تم خلط هذه الكرات مع الماء الموجود في المسعر لاحظنا حدث اتزان الاتزان يصبح لهما نفس درجة الحرارة لكلاهما وهي 29.8 المطلوب ما هو المعدن أو ما هي الحرارة النوعية للمعدن لو استطعت أن أعرف السعة الحرارية النوعية فإنني أستطيع أن أعرف ما هو المعدن لأن السعة الحرارية مميزة لنوع المادة ولكل معدن سعة حرارية مختلفة أو لكل مادة سعة حرارية مختلفة عندما تم الخلط نطبق قانون الاتزان دلتقي واحد تساوي سالب دلتقي الدين من هي دلتقي واحد التي اكتسب الطاقة وهو الماء سي بي في ام في دلتتي ومن الذي فقط هي الكرات سي بي في ام في دلتتي ولكن نضع إشارة سالبة نعوض الام السي 4200 الماء الكتلة 0.05 كم تغييرت درجة حرارتها كانت درجة حرارتها 25 أصبحت 29 إذن TF ناقص TI هنا C ما بعض لا توجد مجهولة الام 0.02 كم تدرجة الحرارة النهائية 29.8 ولكن البداية 90 إذن 29.8 ناقص 90 بحل هذه المعادلة فتخرج لدينا سي بي عبارة على 670 جول على كيلو جرام ضرب درجة سيليسية أستطيع هنا لو كان لدينا جدول لا أستطيع أن أقول من هي المادة التي تم تسخينها أو كرات الموجودة مجهولة الهوية إذن الإجابة 670 لدينا الخط البياني التالي أن يبين لدينا العلاقة بين درجة الحرارة والطاقة الحرارية هذه المادة كتلتها 0.01 كيلو جرام تم تسخينها فإن الحرارة الكامنة للإنسهار أين هي الحرارة الكامنة للإنسهار؟ الحرارة الكامنة للإنسهار هنا عندما يثبت الخط البياني عندما تكون درجة الحرارة السابتة فأقول هذه الحرارة الكامنة للإنسهار وهنا الحرارة الكامنة للتبخر هنا بالبداية يكون الجليد ثم عملية تحول من صلب إلى سائل ثم أصبح السائل وارتفع درجة حرارته وهنا تحول من سائل إلى غاز وهنا الغاز قد ارتفع الدرجة حرارته هذا الجزء من الخط البياني هو عبارة عن الحرارة الكامنة للتبخر وهذا الجزء من الخط البياني هو الحرارة الكامنة للإنسهار أنا حتشت الآن أستطيع أن أعرف كم حتشت الطاقة لعملية الإنسهار فهنا أستطيع أن أقول أو أحسب قيمة الطاقة التي استخدمتها لا أستطيع أن أقول سي في أم في دلتتي لماذا؟ لأن درجة الحرارة سابتة فأقول Q ما لا تساوي M في الحرارة الكامنة للإنسهار HF المطلوب HF Q موجودة معي أستطيع حسابه من لاحظ معي طريقة الحل الطاقة التي تم صرفها 395.7 ناقص 61 فأستطيع حساب كم هي الطاقة التي تم استخدامها في عملية التحول أليس Q تساوي M في HF Q موجودة M موجودة فأستطيع حساب HF وهي عبارة عن 334 ألف جول على كيلو إذا هذه الإجابة الصحية عينتين لهم نفس الكتلة في الحالة الصلبة وبنفس درجة الحرارة تم يعطائهم طاقة حرارية وتم رسم العلاخة أو الخط البياني بين الطاقة ودرجة الحرارة هذه الطاقة وهذه درجة الحرارة أحد الإجابات التالية صفيها هو يتحدث عن السعر الحراري النوعية والحرارة الكاملة للإنسيار هنا السعر الحراري النوعية وهنا الحرار الكاملة للإنسيار من خلال الخطوط البيانية أستطيع أن أعرق من هو الأكبر سعر حراري ومن هو الأكبر من الانصعار كيف نزال مقرنة السعر الحرارية نحن نعلم أن Q تساوي C في M في دلتة أي C Q على M في دلتة كلاهما أخذ نفس الطاقة هنا جدور الطاقة سابت وبنفس أيضا الكتلة معنى ذلك أن المتغير هو فقط دلتة من الذي تغيرت درجة حرارته أكثر الخط البياني X أم الخط البياني Y طبعا هنا تغيرت أكثر X وبالتالي المادة إذا تغيرت درجة حرارته بشكل أكبر من هي X وCB تتناسب عكسيا وبالتالي الذي يكون له تغير درجة حرارة أكبر يكون له سعة حرارية نوعية أصغر لماذا؟ لأن العلاقة عكسية هنا تغيرت درجة حرارة صغير بالنسبة ل Y إذن سعتها الحرارية النوعية كبيرة أما هنا تغيرت بنفس الطاقة تم أخذها تغيرت درجة الحرارة بشكل كبير إذن فهي تمثلك ماذا؟ سعة حرارية نوعية إذن سي بي هي أكبر من سي بي واي إذن هنا خطأ حدثة خطأ في الإشارة وهنا نقول أن سي بي واي هي الأكبر من سي بي إكس نأتي إلى الحرارة الكاملة ننصحها أليست هي Q تساوي M في HF أي HF تساوي Q على M فهنا من الذي أخذ الطاقة أكبر؟ بسبات الكتلة HF تتناسب طرديا مع Q هنا احتاجت إلى الطاقة أكبر إذن HF هي أكبر من HF X لذلك إذن سي بي واي هي الأكبر وأيضا HF Y هي الأكبر إذن من هي الذي يعطيني الإجابة صحيحة؟ هنا سي بي واي هي الأكبر و HF Y هي الأكبر إذن الإجابة الصحيحة هي C درجة حرارة مريض كورونا 40 كم تعادل بالتدرج الس فرنهايدي لدينا العلاقة التي تقول أن TF ماذا تساوي 9 على 5 TC زائد 32 لدينا TC هي 40 والمنطوب TF نتم استبدال TC بقيمة 40 ويتم حسابها فتخرج 104 فرنهاي الآن أجب عن الأسئلة التالي التالي لدينا لعب كرة قدم يركل بقدمه باتجاه المرأة يركل كرة باتجاه المرأة في أي لحظة تكون كوة أعظم ما يمكن هل لحظة ملامسة الكرة القدم بداية الملامسة أم بعد فترة من الملامسة أم عندما تترك القدم الكرة طبعا بداية الملامسة أول ما تلمس القدم الكرة تكون القوة صغيرة ثم تزداد 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 وعندما تبتدئ تريد أن تغادر تقل تقل حتى تصبح صفرا عندما تغادر القدم إذن بعد فترة من الملامسة تكون القوة أعظم ما يمكن تتغير سرعة الكرة عند تأثيرها بقوة وبالتالي تكسس التسار بي اف ما از في اي على دلتة هي قيمة التسار ونحن نعلم أن قانون نيوتون الثاني اف تساوي ام في اي المطلوب استنتاج قانون من قانون نيوتون الثالث الثاني أن نربط بعلاقة بين الدفع وتغير الزخم نحن نعلم أن الدفع اف في دلتة وتغير الزخم ام في في اف نائز ام في في اي كيف هي تمثالي لنأخذ القناة ونشر أليست اف تساوي ام في اي وتساوي ام واي هي عبار عن في اف نائز في اي مقصوم على دلتة لنضرب طرفي العلاقة بدلتة فتصبح اف في دلتة تساوي ام بي اف نائز ام في اف ضرب دلتة وتقسيم دلتة فتذهب دلتة مع دلتة دلتة للو ادخلنا ام الى الداخل فتصبح ام بي اف نائز ام بي اي طبعا هنا لا يوجد تقليم الام انما بي اف نائز في غير فتصبح اليس ام في اف نائز ام بي اي هي عبارة عن تغيير الزخم و اف في دلتة هو عبارة عن الدفع الذي يتلقى الجسم اذا تم استنتاج العرب اذا علمت ان الكرة كتلتها وتتحرخ بسرعة نحو الغرب ركل اللاعب الكرة نحو الشرق فاصبحت سرعتها عشرين متر على الثاني اذا كانت تتجه نحو الغرب فركلها نحو الشرق وتم الملامسة خلال زمن نصف ثاني فالمنطوب متوسط القب لحظ هذا استنتاج القانون طبعا نسينا ان نقول ما هي وحدة قياس الدفع الدفع هي نيوتون في ثاني لانه اف بالنيوتون والزمن بالثاني وهي عادل تلتبي الذي هو التغيير الزخم والزخم و ام في اف ناس ام بي اي ده واخدنا هذه ام كيلو جرام وفي هي متر على الثاني اذا كلمة نيوتون في ثانية تعادل كيلو جرام في متر على الثاني المسألة نحن نحن نعلم ان اف في دلتتي تس هو ام بي اف ناس ام بي اي اف هي المطلوبة دلتتي نص ام صفر فاصل اربع السرعة النهائية عشرين ناس ام صفر فاصل اربع السرعة البداية كانت متجهة الغرب ناس ثماني بحل هذه المعادلة فتكون قيمة 22.4 نيوتر السؤال الثاني كرة كتلتها نص كليشرام تم رميها من سطح تل ترتفع على سطح الارض ثلاثين متر وبسرعة قدرها عشرين متر على الثاني باهمال مقاومة الهواء مطلوب ان اطبق هل يمكن تطبيق مبدأ حفظ السخم حفظ الطاقة على الكرة واسكر نص مبدأ حفظ الطاقة طبعا كلمة اهمال مقاومة الهواء اي لا يجد قوة خارجية وبالتالي ان الطاقة سابتة تماما مبدأ حفظ الطاقة يمكن تطبيقه وينص مبدأ حفظ الطاقة على ما يلي ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدب وانما تتحول من شكل الى اخر اذا هذا هو مبدأ نص حفظ الطاقة ولكن لا يمكن ان اقول هناك مبدأ حفظ الطاقة اذا كانت هناك قوة خارجية تؤثر تؤثر على النظام مطلوب حساب الطاقة الميكانيكية هنا الطاقة الميكانيكية هي عبارة عن حاصل مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع لدينا السرعة لدينا الكتلة فأستطيع حساب الطاقة الحركية نصف mv تربية أما الطاقة الوضع فهي mv g ph الكتلة موجودة والجاذبية موجودة والارتفاع هو 30 فأستطيع ان تبدأ العلاقة m e تساوي ke زائد be أي نصف mv تربية زائد mv g ph ويتم الحساب لاحظ m e k e g b e m e نصف mv تربية زائد m g h تم حسابها فخرجت لدينا الطاقة قيمتها 547.15 جون الطلب الثاني مطلوب حساب أو الثالث مطلوب حساب سرعة افتقام الكرة بالأرض نحن نعلم أن الطاقة الميكانيكية محقوظة يعني الطاقة الميكانيكية هنا تساوي الطاقة الميكانيكية هنا أي k e 1 زائد g b e 1 تساوي k e 2 زائد g b 2 هنا تم حسابها نصف mv تربية زائد mgh وخرجت قيمتها 547.15 أما هنا فالطاقة الحركية هي نصف mv تربية وطاقة الوضع mgh بما أن وصلت الكرة إلى الأرض فإن طاقة هذا الوضع تساوي الصفة فيبقى لدينا نصف mv تربية نصف mv أو في السرعة بالنهاية مطلوب مني قيمة هذه السرعة وكل شيء موجود فتخرج قيمة السرعة 23.4 السؤال الثالث قطعة من السلج كتلتها ودرجة حرارته يرد تحويلها إلى من درجة حرارته 40 درجة سليزي في أي مرحلة درجة الحرارة بقيت ثابتة على الرغم من الطاقة حرارية للمادة ماذا نسمي هذه الطاقة الحرارية اللازمة يتحويل المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة وحدد الطاقة في هذه المرحلة أين تم استغلال إذن لدينا عدة أسئلة نحن نعلم أن التلج في الدرجة صفر يتحول من صلب إلى سائل يعني كان الثلج في الدرجة نالسار ترتفع ترتفع درجة حرارته ويبقى صلبة حتى يصل إلى الدرجة صفر عندها يبدأ بالتحول من سائل من صلب إلى سائل دون أن ترتفع درجة الحرارة وهي عبارة عن الحرارة إيش الإنصحار سمت حرارة الإنصحار أين ذهبت هذه الطاقة مع العلم أنا أعطي للمادة طاقة ولكن درجة حرارتها تبقى سابتة لماذا لأن هذه الطاقة تستغل في تكسير الروابط الثلج حتى يتحول من صلب إلى سائل إذن تستخدم في تكسير الروابط الموجودة داخل قطاع السلج ويتم تحولها من صلب إلى سائل إذن لاحظ عند تحول السلج إلى ماء تسفد درجة الحرارة وهذه تدعى حرارة الإنصحار تم استغلال الطاقة في تفكيق الروابط للماء السلبة وتحويلها إلى ماء سائلة المطلوب مني الآن حساب الطاقة بشكل جامل العملية التحول تمت في سلاس مراحل أول شي تحول من سلج هي ليس تحول في البداية يكون سلج بالدرجة ناس أربين فيستمر حتى يصبح سلج بالدرجة صفر ثم سلج بالدرجة صفر إلى ماء بالنفس الدرجة هذه هي تحول من صلب إلى سائل ثم من ماء بالدرجة صفر إلى ماء بالدرجة أربعين إذن تم السلاس مراحل نحسب طاقة في كل مرحلة نأتي إلى هذه المرحلة كيو تساوي سي في م في دلتة سي بالنسبة للتلج ألفين ضرب كتلة التلج صفر باص صفر اثنين وتحول الدرجة الحرارة دلتة هي صفر نائس نائس أربين أي أربعين تغير الدرجة الحرارة فيكون قد استهلكنا طاقة قدرها ألف وستمائد جول نأتي إلى المرحلة الثانية عملية تحولنا أستطيع أن أذكر سي في م في دلتة وإنما أقول م في اتش اف كيو تساوي م في اتش اف هي كتلة نفس قطعة الثلج اللي هي صفر فاصة صفر اثنين ضرب اتش اف هي ثلاثة فاصة ثلاثة أربع في عشرة قوة خمسة فتخرج لدينا الطاقة ستة الاف وستمية وثمانية جول المرحلة الثالثة من ماء بدرجة صفر إلى ماء بدرجة اربعين فنستطيع أن نقول سي في ام في دلتة وسيل الماء اربعة تالف وميتين ضرب صفر فاصة اتنين ضرب اربعين هي تغير درجة الحرارة ويتم جمع هذه الطاقات تخرج ادعشر الف ستمية واربعين جول هي الطاقة التي تم استخدامها من خلال معلومات الثالية لدينا كأسين الكأس الاول طبعا كأسين متماثلين تم اسقاطهما على الارض من نفس الارتفاع ولكن الاول سقط على الارض مباشرة وهنا سقط على الاريك او وساد قارن بين الدفع الذي يطلقاه كل الجسمين كل الجسمين لهم نفس الدفع لماذا الجسمين يمتلك نفس السرعة البداية ونفس السرعة النهائية ولهم نفس الكتلة تغير الزخم لهذا الكأس يزعادل تغير الزخم لهذا الكأس اذا الدفع يعادل التغير في الزخم وكل الجسمين يملك نفس التغير في الزخم إذن يملك نفس التغير في الدفع لماذا ينكسر الكأس هذا عندما يرتطن بالأرض لأن الفترة الزمنية ملامسة بالأرض صغيرة جدا وبالتالي سوف تكون القوة المؤثر عليه كبيرة جدا فلذلك ينكسر أما الكأس الثاني فترة ملامسة للوسادة تطول وبالتالي القوة تقل وهذا ما يتم استخدامه في البوالين الهوائية داخل السيارات عندما يحدث عن الاستضام حتى يقلل من القوة الاستضام لذلك يتم وضع هذه الوسادة فتطول الفترة الزمنية فتقل القوة كثيرا هذه هي الإجابات إلهما يمتلك نفس الدفع لأنه تغير في الزخم متساوي عندما يرتقم الكأس بالأرض يأخذ زمن قصير أصنع الاستضام والتالي تكون قوة مؤثر عليه كبيرة أما هذا الكأس لا يأخذ فترة زمن يطويل وبالتالي القوة تكون عليه أقل المشكلة الثالثة الثاني تنتقل الحرارة دائما بطرق مختلفة كيف يحدث نقل الطاقة الحرارية دون بزل شغل؟ وما هو سبب وضع مقيفات الهواء أعلى الغرفة؟ تنتقل الحرارة بطرق مختلفة منها الحمل ومنها الإشعاع ومنها التوصيق متى لا يحدث بزل شغل عندما يتم انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى البارد؟ أما إذا تم انتقال أو أردنا أن تنتقل حرارة من البارد إلى الساخن يجب علينا أن نبزل شغل وما هو سبب وضع المكيفات الهواء على الغرفة؟ لأن الهواء الساخن يرتفع إلى الأعلى حيث أن كسافته منقفضة وبالتالي هو يرتفع نحو الأعلى فيقوم المكيف بتبريده ويعود فتزداد كسافته فيهبط إلى الأسفل الهواء البارد المشكلة الثالثة كرة علقت بحبل وتركت لتهتس من الموضع C بدأت إلى B ثم تعود وهكذا المطلوب أن أكمل بيانات الجدول التالي عند C تم حساب طاقة الوضع كانت 12 طبعا كم طاقة الحركة؟ هي 0 فلو جمعنا الطاقة الحركية وطاقة الوضع 12 زائد 0 فتكون هي الطاقة الميكانيكية وقيمتها 12 عند الوضع B تبقى الطاقة الميكانيكية سابتة كم قيمتها 12 وطاقة الوضع أنت بي صفر إذا الطاقة الحركية هي قيمتها 12 حتى أستطيع أن أجمع صفر زائد 12 يبقى 12 الطاقة الميكانيكية 12 12 12 طول المراحل في أي مرحلة لأن الطاقة الميكانيكية سابتة في الموضع A توقف البندوق وبالتالي طاقة الحركية 0 إذن طاقة الوضع هي قيمتها 12 وهذا هو الجدول يتم إملأه وبذلك نقول قد انتهينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته